اهلا بكم انطلقت في العاصمة العمانية مسقط جولة المفاوضات في ملف الأسرى والمختطفين بين وفدي الحكومة وميليشيا الحوثي ومشاركة فريق سعودي وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي ماجد فضائل ان جولة المفاوضات في مسقط انطلقت برعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر واشرعي ان الجلسة الاولى عقدت بحضور نائب المبوط الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن سرحت فتاح وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق المشترك للتحالف الذي تقوده السعودية في الاثناء اكد الوفد التفاوضي الحكومي ان التقدم في ملف الأسرى والمختطفين مرهون بالكشف عن مصير ومبادلة السياسي محمد قحطان المخفي قسرا في سجون ميليشيا الحوثي منذ تسع سنوات واضح رئيس الوفد العميد يحيى كزمان ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتعاملان بكل مسؤولية والتزام وجدية مع هذا الملف الانساني ويعملان على اطلاق سراح الجميع على قاعدة الكل مقابل الكل واشرعي ان ملف قحطان يعد عائقا اساسيا يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال الى اجراء اشمل بالافراج عن كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الاطراف دون استثناء سياسيا يتوجه المبعوث الامريكي الى اليمن تيم ليندر كينغ الى السعودية وسلطنة عمان للضغط من اجل وقف هجمات الحوثيين على السفن والافراج عن موظفي الامم المتحدة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات المختطفين لدى الميليشيا واضحت وزارة الخارجية الامريكية ان مبعوثها سيناقش مع الشركاء الخطوات اللازمة للتهدئة والاعتقالات الحوثية الاخيرة والجهود المبذولة لضمان الوقف الفوري لهجمات الحوثيين في البحر الاحمر وقالت ان الاعتقالات والهجمات التي ينفذها الحوثيون تهدد التقدم نحو التوصل الى حل دائم للصراع ميدانيا قتل واصيب واحد وعشرون جنديا من قوات العمالق المدعومة من التحالف السعودي الاماراتي اثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي في جبهة السقم بمديرية مقبنة غربية عيز مصدر عسكري قال ان خمسة جنود قتلوا واصيب ستة عشر اخرون بجروح متفرقة اثر التصدي لعملية تسلل حوثية على مواقع لواء الرابع عمالق في جبهة السقم واشار الى انه تم نقل الجرحة الى المستشفى الميداني بالخوخة قبل تحويل بعضهم الى مستشفيات عدن لخطورة اصابتهم لافتا الى ان الميليشيا تكبدت خسائر فادحة في الارواح والعتاد جراء الهجمات التي استمرت نحو ساعتين اعلن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ان امير دولة الكويت مشعل الاحمد الجابر الصباح وجه بدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات ومحركين بناء على رسالة سابقة من رئيس مجلس القيادة واشار العليم الى ان هذا الدعم يمثل اضافة مهمة الى سجل حافل بمواقف دولة الكويت المشرفة وتدخلاتها الانسانية السخية في مختلف المراحل والظروف الى جانب الشعب اليمني ويأتي هذا الدعم الكويتي بالتزامن مع احتجاز ميليشيا الحوث الأسبوع الماضي ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية اضافة الى اخرى محتجزة منذ اكثر من شهر نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة